بين رغبة مجلس القيادة الرئاسي في تمديد الهدنة وأحلال السلام وأهداف الميليشيا في استمرار الحرب يظهر بوضوح من يحمل هموم الشعب ويسعى لتخفيفها ومن يعمل على تعميقها وزيادتها وهنا قد تصبح الحرب فرضا واجبا على مجلس القيادة كحل وحيد لإحلال السلام بعد أن أقفلت الميليشيات كل أبوابه التفاصيل في تقيير الزميل محمد الصلاحي رفض للهدنة ووضع شروط جديدة وتهديد ووعيد بسهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية ثم تنفيذ بسهداف ميناء الضبا تسلسل في ممارسات ميليشاوية عن سبق إصرار ورفض للهدنة فمتى يصل مجلس القيادة الرئاسي إلى قناعة أن السلام لا يأتي من إرهابي ولا يطلب من قاتل وأن عليه رفع يده بعد أن بسطها كثيرا طلبا للسلام من غير أهله حتى ظن عدوه فيه ضعفا يرفع يده ويخلي مسؤوليته ويشن حربه للسعادة دولته وإسقاط الانقلاب في عقر داره وما بعد سهداف ميناء الضبا لا يجب أن يكون كما قبل ولا يجب أن يمر دون ردة فعل مماثلة فلكل فعل ردة فعل كما تقول قوانين الفيزياء وأن تصل الرسالة للميليشيا كما أرادت توصيل رسالتها للشرعية وأن تدرك أن طلب السلام ليس ضعفا بل مسؤولية خلت عنها وحملها مجلس القيادة على عاتقه تجاه شعب يعاني الويلات في مناطق سيطرة الميليشيا وإذا كان لسان حال مجلس القيادة يقول الحرب ليست هدفا ولا غاية الغاية هي السلام فقد يقول أيضا في أحيان أخرى عند الحاجة لكن الحرب قد تكون وسيلة لتحقيق هذه الغاية عندما تتقطع كل الوسائل وتقفل كل الأبواب وتوصد كل الحلول ويبقى باب الحربي وحي مفتوحا مشرعا ولا مناصة من خوضه مع انقلاب عاث فسادا وقتلا ورفض كل خيارات السلام لا يمكن أن يأتي الخير من الشر ولا السلام من إرهابي وهكذا الميليشيا لن تنقذ إلى السلام إلا مكرهة حينما ترى أن البساطة يسحب من تحتها والأرض تتحرر والمدن تخرج عن سيطرتها واحدة تلو أخرى ولدى مجلس القيادة الرئاسي مقدرة فعل هذا بجيشه وعمالقته وأحزمته والنخب ومن أراد السلام فعليه أن يستعد للحرب من قبل بجيشه وعمالقته